النيوترون سايكلوترون النواة الزرة حركة القوانين السابتة في الوجود اللي قامت عليها الحضارة مهل واو القوانين دي قوانين ليست سابتة لم تكن هناك اي 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 قوانين تستطيع انك تخدم بها البشرية لو كان قانون الاحتكاك او قانون الكتلة او قانون الحركة او قانون السرعة او قانون الطاقة أو أي قانون من قوانين الفيزيئية لو ما كانش القانون ده سابت ويعتمد عليه لو كانش القانون ده سابت ويعتمد عليه الحقيقة كانت الحضارة كلها انقلبت رأسا على عقب كنت النهاردة حضرتك يعني النهاردة قانون الجاذبية هو اللي بيخال العربيات ماشي على الأرض لو اختل قانون الجاذبية حتلاق الدنيا كلها ارتبكه خلاص بقى مفيش الدنيا اللي فوق بقى تحته اللي تحته بقى فوق وحصل تصادم في كل شيء إنما كل شيء في الحياة مرتب يا ربنا بيقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقامرة قدرناه منازل حتى عادك العجون القديم للشمس ينبغي لها شوف كلمة ينبغي قانون مرتب للشمس ينبغي لها أن تدرك القامرة ولا الليل سابق النهاري وكل في فلك يسمحون لو ما كانتش الجبال رمز للسبات وعدم الحركة ورمز للإستقرار كانت يبقى خلق السحاب خلق السحاب بقانون غير قانون الجبال فخلق الجبال بقانون السبات وخلق السحاب بقانون الحركة خلق الجبال بقانون السبات عشان الأرض لا تميت بأهلها وخلق السحاب بقانون الحركة علشان يحيي به بلدة ميتا ويسقي به أناسا هنا أو هناك وربنا سبحانه وتعالى عندما فعل ذلك خلق هذه الكوانين لتتناسب مع عطايا لها عز وجل المترجم للقناة